من جهة ثانية يشارك قداسة البابا فرنسيس في المؤتمر العالمي للشباب المرتقب عقده في لشبوني بالبرتغال بين الأول وحتى السادس من شهر آب المقبل والذي يتمحور حول موضوع قامت مريمو فمضت مسرعة وقد دعا قداسته في رسالة وجهها إلى الشباب المشاركين في المؤتمر إلى الاستعداد بفرح لهذا الحدث مفعمين بالرجاء وخلال لقاء خاص في المكتب الإقليمي لفضائية نورسات في الأردن مع الشباب الأردنيين المشاركين في لشبوني استمعت مديرة المكتب الدكتور باسم السمعان إلى الموضوعات التي سيتناولها هؤلاء الشباب في المؤتمر ودورهم كذلك في إبراز صورة الأردن كأنموذج يحتذى على مستوى العالمي في التسامح والعيش المشترك بين أهله